بسم الله الرحمن الرحيم بعد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ارسلت اليك هاتي الرسالة من اجل الاستفسار عن رؤية رأيتها. وعجزت عن تفسيرها. واش سألكم انا هو يوسف الصدق اقول انا عبدالله النار مستقسينيش على الرؤية. ولك اني انقرأوها ان شاء الله ونشوفوه ربما نستفدو منها بشي حاجة. هل ممكن ان تفسيرها لي جزاكم الله خير. رأيت نفسي فيما يرى النائم رفقة ابنة خالتي. هذي امرأة. هذي بنت هذي. هذي بنت. هذا غير هذا غير وصلنا الرسالة. رأيت فيما يرى النائم نفسي رفقة ابنة خالتي وابنة خالي. يعني بنت خالتي وبنت خالي. وهذا بنت خالي تدعى نور الهدى. رأيت نفسي رفقة هاتين في المستشفى بغرض زيارة المريض. اذن زيارة المريض شي حاجة كبيرة. زيارة المريض من خرج لعيادة المريض. خرج يغوص في رحمة الله. ونودي من الملأ الاعلى. وهو يمشي في خرفة الجنة. طبطة. وطابة من الشاك. وتبوأت من الجنة منزلة. ومن عاد مريضا في النهار. صلت عليه سبعون الف ملك حتى يمسي. ومن عاد مريضا في المساء. صلت عليه سبعين الف ملك حتى يصبح. مية وربعين عشر ملك إلا يزدت المريض مع الصباح واحد. واحد ملعشية. مية وربعين عشر ملك اللي تستغفر لك. او بو بو بو. وربك يقول العبدي من القيامة مني تلقاه. مريضة ولم تعودني. قال كيف اعودك واتربوا العالمين. قال مريضة عبدي فلان. فلو انك عدت لوجدتني عنده. بو 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 بو. ركو تزوروا حباب كل ما ركوش تزور. اه. اذا فذهبتوا لزيارة. واحد السبنيولي مسكينت لقيت معه في في سبنيولي. سلم باش سلم باش. باش سلم. اه. لا هو كان هو. هو كان ممرض. ممرض في سبتار. وكانو في ماشي مغاربة مسكينة مراضة في سبتار. ومشي مع الجمعة جوا عندهم الناس بالزاذ. وكل منين يجي واحد صاحبي تمتها يمشي. يقول لا صاحبي انت مو اسمركو تجي ودير وهنايا يا ما اسمعاتي. قالوا دير عنا واحد لمرض. قال له امك قال له الله. قال له اباك الله. امك قال له الله. اشكور. قال له هذا مسلم راح ناكن نجري نوزوره. قال له عندك بالدين. قال له احنا منين يمرض لمرض. راح ما يشوف حتى واحد. هالشي عندكو في الدين فاسلم. وعطاله وربي واحد لعينين. قلتها تدر معا هو يبكي. انا يعطيت له مني جيت مروء ام جيت كنت غادي نشي متمان مشي للطال يعني. يوهو جاي يبدي عني مسكين هذا المسلم هذا. كان عندي واحد استيلو قعم مربج. اعطيت ولو اعطيت له كادو يعني. قلت له هوا استيلو. ابقى يبكي. حل اعطيت له شي حاجة. اه يبكي 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 يبكي. قلت له ما عليك. يعني هذك استيلو حتى. قال لك سيدي قال لك زيارة امشينا لا امشينا لهذا. زيارة انت على المرض انها اذا امزيانة. بعدها رك غادي تزور المرض في لمنام بعدها غادي عند ربي. هذي كل شي تدل على الرحمة. فطالبت مني نور الهدى. ونور الهدى ان شاء الله تبارك وتعالى عوداك. مسألة بزيانة بزيانة لان تعلق بنور الهداية. وان الذهاب الى المستشفى لزيارة المرض هو من الهداية. طلبت مني نور الهدى ان ارافقها الى مخرج المستشفى. تخرجوا مرة. اه. الا ان ابنة خالتي ابت ذهابي. اذن بنتخالها. نور الهدى قتلا نخرجه. بنتخالتها قتلا انه. فذهبت مع نور الهدى. خلاوا بنتخاله. وما ان خرجنا من المستشفى حتى اصبحت تلك الارض خالية. صافي كم من العمل. ده لفت الى ارض خالية. مستوهجة. لم يعود هناك اي مستشفى. وحتى ابنت خالتي هربت مني. حتى هذي اللي كاتمها. ده اللي خرجت معها. هربت. وحدها ما خرجت حتى بنت مستشفى. ووحدها اللي قتلا نخرجه. نور الهدى واسمه تركتها. مشكلة نور الهدى تتركك في ارض خلاء. اذا الانسان كان غادي مستقيم. وغادي في الرحمن تعربه. لكن وجدت نفسها حينما امرت همر الهدى ان شاء الله تعالى في ارض خلاء. ايه ورا معها نور الهدى. لا خلات. فبقيت. بلا نور الهدى. او ربي 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 ربي. فتركتني وحيدة. فبقيت امشي. هكذا. تائه. حتى وجدت بيت. ايه والحمد لله. دخلت الي. عمزي يا ناسي. ولكن مشكلة مسمو. فوجدت فيه عدة متبرجات. يا طريق فين داتك. طريق انت على الخاوية. ابعد عيادة المريض. والهداية. ورفقة نور الهدى. تجد هذه المرأة وحدها. في بيت في ارض خلاء. مليئة بالمتبرجات. هذه الطريق مشيت. فما الذي حدث في البيت. لحسن حظ. ما قبله هاش. صرخت في وجه احداه النقائلة. هذا ليس مكانك خروجي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا ربي اللي يصلنا لهذا الحالة. اذا ما استقبلوه هاش. بل صرخوا في وجهها. وقال لهذه مشي دارك. ومشي ارضك. وهذه مشي طريقك. وراه العنوان عندك غلط. خرجت. وظللت امشي. ما زالت يا هان. وانا امشي فوجئت بمرأة بشوشة الوجه. آه. سألتني. بشرة. هذي كتسمها بشرة. بشرة. يعني شو اللي بشرة اللي غدي جي. اضللت الطريق. ضل. ضد مع داش شالة. هي داش شالة. اضللت الطريقة ليس كذلك. جات عندها. وحلمنا بشوشة القتف الطرق وهي تائها في هذه الارض الخلاء. وقالت لاش عادي من هذا فيلم هذا. انا عمره انا متشي حاجة. انا انت منها غير شوف شي حاجة شيفي. هذا فيلم هذا. قتلها بشرة. بس عرفتها باسمية. شوف. اولا على ما انتها هي بشوشة. ثانيا قتلها بشرة. عرفتها. قتلها. اضللت الطريقة ليس كذلك. قالت بلى. رأني مضرة. ضللت الطريق. لكنني لا ادعى بشرة. يا مش اسميته بشرة. انا اسمي فولانة. مثلا رابحة. واش تقولي لي بشرة. غي لي بشرة?. انا اسميتي رابحة. مثلا. هي ما كتل بسيسمي ناتحة. ماش ما تنعرفش. انا اسميتي اسمو. اسميتي مثلا امل. انا اسميتي نول. انا اسميتي. اه اه شيرين. انا اسميتي يعني. قt لها انا ما تسمي Aurang sus. بشرة. فردت قائله. لا. انتي بوشرة. أنت ماشي بشرة البشرة البشرة بألف اللام البشرة أنت البشرة ماشي بشرة ماشي اسمية لا أنت البشرة صفة أنت تحملين البشرة الله أكبر أنت ماشي بشرة أنت تحملين البشرة أنت مبشرة أنت داعية إلى الله انت يا غادي ما تخرجيش غيب الهديه انت ما غاديش تكوني غيب التزمة انت ستكونين بإذن الله تبقى مصدره بشرى للناس كما قال المصدر عليه وسلم قال لهم انا شكون انا شكون انا قال لهم انا دعوته زيد ابي ابراهيم زيد وبشرى اخي عيسى بشرى انت يرك ان شاء الله سبحانه وتعالى بشرى لا انت البشرى 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 اذهبي في هذا الطريق المستقيم خرجتها من ته انا رأي تخيل هاد بنتي اللي رأي تعطي لها ماكي كانت ديرها قبل ما قبل ما يربي يهديها شوه دار تخيل وحل خير في حياتها وعلم الله عن صدقي عن القلب انت حاول فطرة والله تعالى قياد لها ان شاء الله من يقولها باذن الله لكي تصبح هكذا اذهبي في هذا الطريق المستقيم والتفتي عن اليمين هناك تجدين مكانك رحي نيشن علمين غادي تصبي بلاستك تركتها فذهبت حيث اشارت الي وما ان وصلت الى الوجهة التي قصدت دخلت فوجدت نفسي وسط مسجد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اذا انزل الله البلاء على قوم صرفه عن اهل المساجد انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى الا الله فعسى أولئك يكونوا من المفتدين هذه بشرة كبيرة هذه البشرة فخرجت لأكتشفه من الخارج خرجت من المساجد بالارهن لكن فوجئت بوجود مقبرة كنت ان اسقط فيها في احدي مقابر مفتوحة لو لا انمسكتني امرأة من يدي مرتدية لللباس الشرعي جاءت ضربة واحدة مرأة كانت خاطئة تطع فجلبتها ما تحتش فقالت لي لم ياني وقتك بعد باقي لك شوية انترك على الطريق انت هي من المسجد يعني من من امان الله وحفظ الله من المسجد من المسجد يعني يا ربي غدي ثبتك باقي لك شوية الوقت الله قالت استيقظت من هذه الرؤية وقلبي مفعم بالاطمئنان والله على ما اقول شهيد واحسست براحة لا مثيل لها والله الذي لا اله غيره لم اتذوق مثل تلك الراحة والطمأنينة الى الان وفي الاخير جزاكم الله خير يقول ان هذه المسألة واضحة ما فيها متأول ما فيه واحد تأول ما فيه احتشعج هذا المرأة ان شاء الله تبارك وتعالى شفت راحة تمشي للمستشفى يعني هذا تعال الرحمة وتعال الهداية ويدعيو لك الملايكة معناه نادعو لك الملايكة ودعو لك المؤمنين بعد ذلك خلت معك نور الهودا غال مشت مع الطريق خلاتك بقيت اتهي 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 وكي تمشي دور يعلمي فما البلاستك فما البلاستك فدخلت الى المسجد فان شاء الله تبارك وتعالى عرادة تستكشيفه في الاخور فرأت المقابر انتعها للإيمان المدفونين هذا المسجد اللي غمل المسجد غمل اللي ان المسلم دائما زيد 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 المسلمة هو يموت بين صلاتين صلاة صلاها وصلاة ينتظرها في المسجد وليس دايما ختمت عنا مسجد صلاة جوازين قوم للمسجد ان شاء الله تبارك وتعالى فلما كادت ان تسقط في احدى المقابر جاءت احدى المتحجبات وكذا وكذا فقالت لها ان شاء الله تعالى انتي مازال ووصلت في التالي للمرأة المتحجبة اللي خبرتها بالياق من المتبرجة اللي جروا موراك المتحجبة اللي نقذتك دير الخليلة ديالك والصاحبة ديالك هي الممنى هي التي تذكرك بالله الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالي ترجمة نانسي قنقر شكرا